اهلا بكم الى النشرة الخاصة بلغة الاشارة من الجزيرة مباشر مصر نظم نشطاؤه ندوة في مدينة تعز اليمنية حول التجارة الالكترونية واثارها في مجتمع الصم وشارك في الندوة نحو ثلاثين من الصم حيث جرت نقاشات موسعة بشأن موضوع الندوة اكدت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية ان اسقاط تهم قتل المتظاهرين عن مبارك اغلق اخر صفحة من الربيع العربي وذلك في افتتاحيتها التي حملت عنوان عقار بالساعة تعود الى الوراء وقالت الصحيفة ان السيسي يأمل بان يكون المصريون قد ملوا بعدما يقرب من اربع سنوات من الاضطرابات وضحت الصحيفة ان نصف سكان مصر تحت سن خمسة وعشرين عاما وكثير من هؤلاء الشباب كانوا في قلب الثورة التي اندلعت لتوفير فرص العمل وتحسين التعليم والسكن ودعم الحرية وشددت الصحيفة على ان تلك التطلعات لن تذهب بعيدا واذا كان المصريون يريدون الاستقرار فان القمع وانعدام المساءلة لن ينتج الا مزيدا من الصخت في هذه الاثناء اكد المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة اهمية احترام حق التظاهر السلمي في مصر ودع قوات الامن الى توفير الحماية للمتظاهرين وفيما يتعلق بالحكم الصادر بشأن مبارك قال ان المنظمة تحترم استقلال القضاء لكنها في الوقت ذاته تؤكد اهمية اعمال مبدأ المحاسبة نظمت قوى شبابية وثورية وقفة احتجاجية امام نقابة الصحفيين للتنديد بتبرئة الرئيس المخلو حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين وذلك بدعوة من حزب الدستور والطيار الشعبي وردد المشاركون هتفات تطالب باسقاط ما سموه حكم العسكر واخرى تندد بانتهكات الداخلية واكد المتظاهرون اصرارهم على استعادة اهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير لليوم الثالث على التوالي شهدت الجامعات مسيرات احتجاجية على الاحكام الصادرة بتبرئة الرئيس المخلو حسني مبارك وقادة وزارة داخليته من قتل مئات المتظاهرين ابن ثورة يناير واعتدت قوات الامن بقنابل الغاز المسيل الدموع على مظاهرة طلابية داخل اصوار جامعة الفيوم وذلك بعدما نظم الطلاب مسيرة جابت ارجاء الجامعة نددوا فيها بانتهاكات الشرطة المتكررة للحرم الجامعي كما طلبوا بمحاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين منذ بداية الثورة وفي قلية الازهر بنات بالقاهرة نظمت طالبات مسيرة رفضة للانقلام ونداتت المشاركات باحكام البراءة التي صدرت هذا الاسبوع بحق رموز نظام مبارك وفي جامعة القاهرة نظم طلاب مسيرة حملوا فيها صور زملائهم المعتقلين ورددوا هتفات معارضة لتبرئة مبارك جامعة الاسكندرية بدورها شهدت مسيرة انطلقت من امام المجمع الطبي وردد المشاركون ختفات تطالب بتطهير القضاء امر النائب العام المستشار هشام بركات بالبدء في اتخاذ اجراءات الطعن على الحكم بتبرئة الرئيس المخلوح حسني مبارك وناجليه وزير داخليات حبيب العدل وستة من كبار مساعدي وقال بركات في بيان انه كلف فريق قانونيا باعداد دراسة حول اسباب الحكم واضف ان تلك الدراسة كشفت عوارا قانونيا في الحكم بالبراءة قال زياد بهاء الدين النائب السابق لرئاسة مجلس الوزراء في حكومة حازم الببلاوي قال ان تحالف الثلاثين من يونيو انهار اسرع مما ينبغي وذلك بسبب تصفية الحسابات التي غلبت على المشهد السياسي حسب تعبيره واضاف في حوار مع صحيفة الشرق الاوسط ان الحياة السياسية في مصر حاليا تمر بمأزق تسببت فيه اطراف مختلفة وحمل بهاء الدين الدولة ما وصلت اليه الحياة السياسية من ارتباك بسبب استمرار الحالة المضطربة في التشريع الدستوري حسب تعبيري ختم نشرة الاشارة شكرا لكم